هذا وقد أكد عدد من النواب للتلفزيون المصرية أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يهدف إلى دعم الصادرات والاستثمارات وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا بما يعمل على تحقيق فائد في الميزان التجاري لمصر مشروع قانون مهم لإنشاء الوكالة المصرية لتعزيز الصادرات والاستثمار وده أمر مهم لأن الصناعة الوطنية المصرية وتعزيز التصدير جزء رئيسي من الاقتصاد القومي تنميته بالتأكيد يساهم في تنمية الاقتصاد القومي لفتنا النظر للحكومة أن هناك عدة تحديات ليس فقط إنشاء الوكالة هيحل الأزمة لابد أن العخز في الاعتبار كل التحديات التي يمكن تواجه الصناعة الوطنية أو تواجه المصدرين المصريين أما تحقيق التنافسية والقضاء على الممارسات الاحتكارية وتحقيق تكافئ الفرص لاتجاه العالمي في كل دول العالمة تجه نحو زيادة الضرائب على أسعار السجير لتأثيرها السلبي على الصحة العامة للمواطن إحنا وفقنا على مشروع القانون نظرا للفوائد الكثيرة التي ستترتب عليه خاصة واحد ضبط الأسعار وضبط الأسواق اثنين دعم الموزنة العامة للدولة ثلاثة المحافظة على الصحة العامة للمواطن وطلبنا الحكومة أيضا أن يكون هناك رقابة شديدة على الأسواق حتى لا يتلاعب بعض الجشعين من التجار في أسعار السجير ترجمة نانسي قنقر